وشاهدينا في كل مكان طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم ودأت زار والنهاردة يمكن حلقة استثنائية حلقة بناء على رغبة كتير من المشاهدين كتير جدا قالونا موضوع القرين ده موضوع من لغباتنا شوية عايزين نعرف أولنا من آخرنا عارفي عايزين كده نعرف رأسنا من رجلنا زي ما بيقولوا وفي الحقيقة يعني لما عرضنا الموضوع على فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب قال أنا موافق ويوم الجمعة إن شاء الله أكون معاكم بالفعل إحنا معاكم دلوقتي على الهواء لما نبدأ بالآية الكريمة ومن يغشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين إذن من هو القرين وما هو تأثير القرين على الإنسان وهل القرين علاقة برزق الإنسان؟ هل القرين علاقة بسعادة الإنسان؟ بتعاسة الإنسان؟ بصحة الإنسان؟ كل ده النهاردة هنتكلم فيه عن القرين وتأثيره على الإنسان ونطرح كل هذه الأسئلة وغيرها على ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب المعالج بالقرآن والخبير في هذا الإطار مرحبا بك فضيلة الشيخ إبراهيم أهل صحيح الله خيره القرين واخترناك تحديدا عشان حضرك متخصص في القرين طبعا حضرتك يعني بتجعل القرين هو الأصل وما دونه هو الفرع نعم صحيح الكتب القرين آه وعام الكتاب في القرين ودائما في ده اتدار على مدار مواسم سابقة في السناتين اللي فاتوا وإحنا في العام الثالث بتتكلم عن القرين طيب من هو القرين؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم زهاني يعني مشكورا حق قلت في أول الحلقة كلمة جميلة جدا قلت القرين وعلاقته بسحر أو بحسد أو بعيد وقلت كلمة كده الأصل نعم حق جبت أفضل كلمة مناسبة للقرين في دوره مع الإنسان في سحره أو حسده أو عينه أو مسه هتقول لي لي اخترت كلمة قرين هم الأصل هقول لك الله عز وجل أخبرنا بذلك قبل ببدأ الحلقة وأبدأ ما بكلم عن قصة قرين وسحر وحسد بعض من الناس قالوا قرطبي لم يذكر تفسيرا لهذه الآية إنه يراكم هو وقبيله من حي سلطرانهم رضيت رضيت القائل في بس مباشرة الفيس وقلوا مع سعدتك حالا دلوقتي كمان قرطبي قال إنه يراكم هو وقبيله من حي سلطرانهم أجمع فيه بأن الشيطان وأعوانه من الجن يرون نسبه وفصيلته من الجن ألا وهو القرين قرطبي أسبق كده أن القرين من نسب وفصيلة الشياطين والشياطين من فصيلة الجن والجن من فصيلة الشياطين إذن تفسير قرطبي كان رض حاسم في هذه الآية على من ينكرون بأن القرين له علاقة بالسحر أو الحسد أو العين أو يراكم هو وقبيل هذا قرطبي بس لو كلمنا عن كثير نفس الآية لو كلمنا عن قرطبي تاني نفس الأمر عشو كاري نفس الأمر إذن ملذول الآية إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترانهم الشاهب من الكلام ده الزهاني إن القرين سماه الله في سورة الصفات قال قائل منهم إني منسوب الآية لي أنا كإنسان كلي أنا كشخص إني كان لي قرين يقول وإن كلامنا المصدقين تخيل إن ربنا عز وجل قال لكل من يتكلم في أمور دنيا وإمور أخرى وسحر وحسد وعين ويتكلم في طعات ومعاصي دوروا على كلمة قرين ربنا اللي قال لنا كما دوروا على كلمة قرين القرين ممكن يأمرني بسوء ويأمرني بحسن اسم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حينما تكلم عن القرين النبي سيد النبي لما تكلم عن القرين قال ما من مولود يولد عمامها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كده بني البشر كل ما هو ابن آدم يولد إلا ومعه قرين من الجن أطرحها النبي محم يعني إيه قال يعني قرين من فصيرة الجن من فصيرة الشياطين طيب يأمر بخير ولا بسوء يأمر بسوء ولا يأمر بخير دليلك قال المعصوم صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ومعه قرين من الجن قالوا حتى أنت يا رسول الله أيوة قال نعم حتى أنا طيب بالله عليك هل النبي محمد قرينه هيأمر بسوء هيأمره بمعاصي لكن النبي محمد عممها على الإجماع وقال ما من مولود يولد إلا ومعه قرين من الجن قالوا حتى أنت يا رسول الله قال نعم حتى أنا إلا أن الله أعانني حطي تحت دي ألف خط الله عز وجل أعانى مين أعانى النبي يبقى في الأصل أن النبي كان معه قرين تمام صح ولا أهل اللغة العربية وأنت من أهلها وسيبقى مع القرين صح ولا إلا أن الله أعانني علي علي فأسلم يبقى الأصل في القرين إيه وفي رواية أخرى لا يأمرني بسوء كم بقيت لها يا الأصل الأول في إيه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير وراتنا إيه فاستسلم النبي من شره أوه بقى هنا وقل لي ابن حبان قال لي إيه في الكلام ده آه وهنا السؤال ما هو الأصل في القرين أن يأمر بسوء أم أن يأمر بخير يأمر بسوء فقط ولا يأمر بخير القرين قلت مرة مع صحاتك وانت استغربت من الكلمة دية وقلت لأ أنت كده هتتوهني معاك لأ ما قلت لك القرين له أنواع فردت علي قلت لي يعني يا أنواع للقرين وانت هتقول لي القرين هو ده سحر كمان يا شيخي إبراهيم فاكر حادي فتت لما أكلمنا وقلت لي هو ده سحر كمان هتقول لي سحر طفريق وسحر عدم إنجاب وسحر وسحر قلت لأ قريني بقى قرين صح لأقرين أربع قروناء يا سلام أربعة قرين من الجن وهو الموكل بالإنسان ولا يأمره إلا بالشر تاني قرين منين من الجن تمام من الشياطين من العفريت من الكهنة فلا يأمره إلا بإيه بشر هو الموكل الموكل شغلته إنه يأمر بسوء خب بقى قرين تاني نوع تاني قرين من الملائكة لحفظه الله وحسه على فعل الخياط ما أحسنه قرين طب خب قرين تالت وقرين يعني نرى في هذه الأيام كثيرا قرين من الإنس الصديق بقى الصديق الصديق يأمر بخير ويأمر بسوء ويأمر بسوء وارد ثم وارد ثم وارد صحيح صح حلقة صحيح هو ما يصاحبه ويصادقه ويتعبعه في أمور الدنيا أقرين الرابع رقيب وعتيد في سورة قاف ما يلفزه من قولي إلا لديه رقيب وعتيد ده كلام مين ده كلام ربنا مش كلام برهيم شهب تمام يعني برهيم لما يتكلم عن شيء ذكره الله في كتابه أمر حقيقي ولا الأمر خيالي أمر حقيقي قول الله عنذ وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم طيب هتقول لي ولكن تعلموا من كتاب الله الله عز وجل لما تكلم عن القرين حطه في مكان كده إنه هو الوحيد اللي يأمر إنسان بسوء أو بخير طيب زماني أو الزهاني قبل أن تشارق قناوات الدينية والإسلام والقرآن وقناوات المجد والمدينة ومكة واتشار الوعي الديني بين الناس كانوا بيبعثوا حاجة اسمها جن يلبس الإنسان قبل المعنى ده مع إننا من مدرس الذين يقولون بأن الجن لا يدخل جسد صح لا؟ آه أنا في هذه الأيام أقولها تقرارا لما فيها من حفاظا على المرأة على البنت على الرجل على العقول الجن له علاقة بالجسد من الخارج من النوادر أن يدخل الجن داخل الجسد من النوادر وفي هذه الأيام مستبعدة عشان كده لما بحفظ على البنت وهذه المرأة إن أقول لها خلي بالك الشيخ لما يقول لك في جن جوه الرحم ما تصدقهش لأن الشيخ مش دكتور نسا ولا الشيخ عنده رؤية البصيرة كسيدنا عمر بن الخطاب يا سيرة الجبل للجبل ما تزعلش مني يا زهاني هو أنا مضرب أمثلة وقعية من الناس ولا هقول إن الشيخ هيقول لك لا ده الجن قاع جوه الرحم اللي طبيب النسا مع أكبر دكتور في النسا يقول لك لا لازم أعمل صنار أو هعمل منزار منزار مهبري أو منزار بطني عاسنا أشتكشف الأمر الداخلي يجي الشيخ يقول لك ده الجن قاع جوه الرحم فيمنعك من الإنجاب أنا معاك أنت شفته في أعسل عن مبد المين ولا الشمال طب عن مبد المين ولا الشمال طب عن مخزون المبد ومدلت الرجله يعني ده كلام كان بعض مع الدكتور كنا بنمزح في هذا الأمر ولكن أنا بتكلم عن مفهوم علم أسل عجب القرآن ده علم مش الحمد لله رب العالمين أنا هسمع قرآن بالله العظيم وجميع جدا مش هو العجب القرآن عبارة عن قرآن يتلى على المريض صح ومعك في ذلك ولكن خد بقى المعنى اللي بيقوله إبراهيم شهاب العلاج بالقرآن الكريم ليس قرآن يطلق فحسب فحسب دي بقى هنا يعني تدور تدور الدائرة فيها أعزك الله أنا لما بسمع قرآن في بيتي هل بتصرخ لا هل بتشنج هل بتغيب عن الوعي هشقولي لا طب مجازا بقى أنا لما بروع عندي شيخ ويقرأ علي قرآن بغيب عن الوعي ليه وهذا الأمر غير صحيح ولا يوجد بين الناس أن العلاج بالقرآن الكريم لا يغيب المرأة عن الوعي خالص لا تغيب المرأة عن الوعي فلا يدخل الجن داخل الجسد أنا اللي بقولك له معالج بالقرآن أنا اللي بقولك أعلن الآن أن لا دخولة للجن جسم الإنسان تصريح على هذه القناة المباركة تمام وأنت من أساس هذه القناة وسأ الله يتبقى في عمرك يا رب العالمين تصريح مني هون أن أنا بقول الجن له علاقة بالجسد آه بس له حدود لكدرات هتقول لي يا شيخ إبراهيم من داخل ولا من خارج مدرسة أولا هتقول لي تم تكلم عن جن ولا عن قرين هقولك بتكلم عن جن عشان أقفل للألسنة اللي بيقولوا إيه أن المشايخ مش فاهمين هما بيقولوا إيه أصلا الناس تعبت من راحل المشايخ زهقة أوي يقولك إيه لا 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 ده شرط أن الجن يحضر ويتكلم طب أنا معاك هو الجن فين هيقول لي موجود جوه الجسد أنا بخلق الإنسان طب تضرب ليه بضرب الإنسان طيب إيه رأيك تسحني محبة وجاذبية يعني حد ممكن يعمل حد سحر محبة آه ده وارد بجد أسأل الله أن لا يفرقنا إلى يوم القيامة إن شاء الله وانا بكل خير بيننا يا رب الله معمين حد ممكن يعمل سحر أن يفرقنا عن بعض آه وارد تمام وارد اسمه سحر تفريق تمام وتكلمنا فيه تكرارا وهنقعد لي إشارات عابرة كده أخطاف كده بيقوله كده ولكن هل لو أنا وانت ما ميحبش بعض وانت عاوز يجبنا لقى بيننا هل ممكن تعمل لحاجة اسمها سحر محبة جذوية ألا أرى إلا أنت ولا أسمع إلا أنت ومشي وراك في صح أو غلط أقولك صح بيحصل بيحصل يعني كده ممكن واحدة لو بتحب واحد تسحر له وفعلا ده بيجي وريتين واحد بيحب واحدة يسحر لها ووحدة كرهة إنسان كرهته وهو تعالى عليها تجيب ملاخله الأرض تجيب أنفه الأرض يرف وراها ويرف وراه هي تعزز نفسها يعني ده فحلا اللي بتسمع عنه ده بيحصل حقيقي وليس خيالي النهاردة حقائق مبينة واقعية بيني وبينك في كتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم طب عاوز تقولي إن ده بقى تحكم جن ولا تحكم قرين أيوة مين بقى هنا اللي بيعمل ده قرين بناء على إيه بناء على أمر تكليف أخذه من ساحر بس هو قرين راح للساحر ولا الساحر اللي جي لبقرين أيوهما ولا ده راح ولا ده راح في وسيط في النص في وسيط في النص ده بيكون إنس ولا جن جن بيكون جن من نفس الفصيلة من نسبه من نسبه هو احنا بنتكلم عربي صح صحيح مساعدتك أهل لغة الإنجليش وطنساوي بس لو جالي واحد وأنا معرفش عنه إنجليش أنا كإبراهيم هارف أتكلم معاه لأ طبعا ليه لأ أنت لا تفقى هذه اللغة صح ولا إذن هفشل ولكن لما هبعت واحد متهرجم يعي ويفهم اللي الأخ ده بيقوله أنا خدت المعلومة ولا مخاتباش خدت المعلومة هو ده الأمر إن الساحر بيعمل سح ويبعت معاه فصيلته اللي هو من نسبه من قرينه يقوله أقم الإبراهيم إنه يتحرك داخل الجسد طيب هتقولي بقى استنى بقى هنا طب استنى أنت هنا بقى عشانا معاه تتصال حاطر معانا مين يا جماعة ألو ألو طيب هون قطع لتصال طيب هنا بقى السؤال المباشر فضل شخص قلتلي إن ممكن حد يعمل لحد حد سحر محبة وفي المقابل هل ممكن حد يعمل لحد سحر بوقف الحل حد نجح في شغله فجأة بلاقيه الدنيا قلبت مرة واحدة كده معاه إزاي ده كان حد ناجح ومفروض يبقى في مكانة عالية فجأة الدنيا بتنزل بيتراجع هل ده ممكن يكون له أثر لحد يعمل له حاجة مستوى الزهني القرين ده يتعرض الإنسان في نجاح في فشله في عدم إنجابه في عدم زواجه بكل شيء يتعلق بالإنسان ولكن لا يفعل القرين من هذا تلقاء نفسه ما ينفعش إلا في مخالفات شرعية ذكرناها تقرارا تحدث بين الناس إما من البنات وإما من الشباب لا لنزكرة تاني ولكن هتقول لي خوة إي ده أنا بس هقول لك بقى كده ردي سريع أوي على ده لا رأي في ده ده طمر نعم ده طمر ولا إيه بزرع لا ده مش طمر مال ده إيه أول بس أستاذي بس المخرج طب معلش نعمل عليها يا جماعة يعني كده بقى شوية ده مش طمر ده شيء يعني عشب نشف والشيخ المبروك بمتاعك الرصاص دي ده رصاص دول دول تحديدا اللي في ده دول تحديدا ده سحر لعدم إنجاب دول سحر لا ده يعني المسمة إن الشيخ أعطاه للمرأة لكي تنجب آه علاج للسحر وليس السحر لا 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 المقصود إنه هو علاج يعني ولا هنطقها ولا هقول عليك هقول الشيخ المتخلف أعطى هذه الأشياء لإمرأة لكي تنجب هي ليه الناس تعبت من المشايخ سؤال جالك على الصفحة كتير جدا قالك احنا تعبنا من المشايخ وعن قصة السحر والحسن ومش لقيم أمر فاصل فيها أنا قلت أنا أصيب وأخطئ أنا لست أعلم خلق الله ولكن طالما نحن في كتاب الله وصنة نبيه يردنا كتابنا وصنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي علمنا كده سيدنا النبي علمنا كده وأسيادنا علمونا كده قالك طول ما أنت بدايت كتابه السن لا تخف كن وعل صوتك وتكلم بالحق لأن الله معك فرده إلى الله ورسوله صح ألا طيب هل الله أمرنا بذلك لا طبعا هل نبينا محمد أمرنا بذلك لا طبعا لم يرد ولما راها نحن أول مرة بنتفاجئ على الهوى أنت بتتفاجئ؟ أنا مشلت الشعراء منها خليف عندك أنا في شعراء هنا يا جماعة أنا مشلتهاش أيوة خليك مساكها كده؟ أنا مشلتهاش بالفعل فوكس بقى عليها؟ أهي يعني هي دي كانت في قلب الورقة ودي شعرة هذه المرأة خدها الشيخ من شعرها لكي يقرأ عليها قرآن لإيه بقى إن شاء الله؟ عشان إنجاب؟ ده كل إجاب كده ده كده كس إنجاب طيب أنا أزعجك إيه اللي مكتوب بقى طيب؟ وهزعج المشاهد لما بكت به عيني لا مغاراة في الكلام والله إيه بقى اللي مكتوب يا طرح؟ ياريتك المكتوب كنت قلت إحنا خدنا على كده طب إيه المحفوظ؟ إيه أهي خليش خليك كده معاه أيوة؟ أهي إيه بقى ده بيس المرأة؟ هذه المرأة ده بيس تحطت في شعرها أو في الخمر بتاعها أو في تعرفها لكي تنجب وأنجبت وأنجبت هل حرام يأتي بحلال الحلالة والله في إنجاب؟ عمره خلاص ده ردي على سؤالك يعني عايز تقولي أن الحاجات اللي قدام حضرتك دي يا شيخ إبراهيم في ناس بيدعوا أنهم معالجون أو معالجين وبيدوها للناس من باب العلاج؟ لو سمحت أنا عاوز أم أخنقك ليه بقى علاج؟ ها هتعالجني إزاي وانت بتخنقني؟ لا يا فاندي ده الجن جواك أنا شايف الجنة هو أنا شايفه وشاكله هنا إن شاء الله؟ مش عارف يا أمة ضحكت من أجلها من جهلها من جهلها الأمم من الله عليك خلي إبراهيم شاب غلط بيتكلم غلط عالجونته صح؟ بس هو السؤال عالجونته بكتاب الله اللي بيعالج بالخانق ده بيخنوا إيه الجن؟ أنا ما شفتهه الصلاح هو شايفه إزاي؟ أنا ما شفتههش الصحابي لزهب للنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما رجع أصحابه لما زهب مع النبي يبايع الجن على الإسلام النبي يبايع الجن ويدخلهم في الدين وفي الإسلام سد النبي بالله عليك الصحابي لما رجع للصحابة قال لهم كنت أسمع النبي يبايعهم ويبعون النبي على الإسلام ولكن لا أراهم إزاي نهاجنا كإبراهيم كبشر أصيبوا أختي ولا ألتزهم بقواعد دين وأسأل الله أن أجعلنا منهم وقولك ده لو بشوف الجن بتعامل مع الجن بس هو سؤال هو الجن لو شايف حضرتك وإنت بتخنؤه هيقولك اتفضل اخنؤني الصحابي كده كان أعمى فكان كده ما شافش الشيخ وهو بيخنؤه أو حركته بطيئة شوية ممكن والله أعلم فالشيخ نحن أسرع يعني الجن هيشوف كونتاجيات تخنؤه فنم وهيستمر وهيفضل كده مستقيم خد هذه العبارات من معالج يعالجه الناس بكتابه وصنته طب معلش ممكن تستحميني دي طب احنا بنشوف بعض الناس وهو بيخنؤ فعلا نفس الموضوع ده وفي حد بيكلمه ومش بصوت الحالة اللي بيخنؤها طب تفاصل دقيقة ها قولك أنا تفضل لا إلا إلا الله إن جات لحالة بتقول يا شيخ إحنا بنمثل على أبونا عشان إحنا تعبنا من المشاخ اللي واجبها لنا يا سلام شوف المعنى إحنا بنمثل على والدنا علشان والدنا مقتنع إن الجن جوانا وبيجدنا مشاخ ضربونا ويخلقونا فإحنا بنتصوت وبنتبهدل وبنعرى نفسنا إكرام إن الشيخ يقولك إيه مع السلامة عشان الجن هيطلع أنا جرجس أنا محمد طب تضحك على باباها وارد إنما تضحك على المعالج بتاعها هل ده وارد؟ ما هو المعالج مش فاهم ما هي دي المصيبة أن المعالج لا يفهم شيء هو سمع بس بالله عليك وصدق أنت أنت قدامين إنه من سليمانا ده بتقول لي إحنا جبنا عجب عصاية استحملنا وجع الضرب بنت بكر استحملت وجع الضرب إنه من سليمانا وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ويعمل لهم كده قال لا تعالوا علي وقتوني المسلمين أنت مين؟ سبحان الله الشيخ بيقوله أنت مين؟ يا أمتها ضحكت من جهليا لأمام خل إبراهيم الشهاب يتكلم في أمور إعلاج بالكرآن الكريم يسيبه ويخطئ تعالوا أنتوا هل يتعالجوا بهدلتوا الناس ليه؟ حرام أنا قلت مرة ولتع على قنوات من قناة الرحمة وغيرها كثيرا قلت خذوا أموال شرع النبي ذلك مش أنا شرع النبي ولا مغالا في الأموال برضك ولكن عليجني يا أخ أه الديني مقابل لخدمة أنت بتوقف فلوس ديني خدمة الديني علاج أخذ ياسمين طيب ورغة الحرارة بعد إذنك ياسمين تفضلي أه 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 السلام عليكم أه السلام أه كنت عايز أكلم فضلك الشيخ مع حضرتك كيف أن تفضلي يا أه والله إحنا نظرطين جدا 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 إن حضرتك موجود النهار يعني نهارتك جمع يعني من كده واشا متبع حضرتك دايما جزاك الله خير أه كنت عايز أسأل حضرتك هل القرين دوت هو الجن العاشي اللي ممكن يقف البناء آدم ولا ده حاجة وده حاجة طيب هو أنا أصدها جن عاشي يعني هل الجن العاشي اللي بيطلق عليه كلمة جن عاشي هل هو الجن جن ولا هو القرين ذاته هو اللي بيعمل الكلام طيب أنا بقولك تصريحا لهذه المرأة لو هي مع الخط تفهم هذه معنا تقول إن فيش حاجة اسمها جن عاشي آه يعني بلاش نقول حاجة اسمها جن عاشي في حاجة اسمها قارين يا عشق آه طب نوضحها لها بقى معلاش ياسمين سؤال تاني بعد قبل ما أفلم معاك لا هو أنا ده السكر السوري خلاص شكرا لحضرتك واسمع الإجابة سؤال في محله فعلا ده مش كده بس ده سؤال دارج سؤال منتشر جن عاشي جن عاشي وناس بيروحوا لناس خلي بالك دي لا تقال إلا لبنت بكر خلي بالك ومعالج شمين يبين خسين بقى آه آه يعني يقال عليه ومعالجين بقى خسين يقول أنت عند الجن عاشي آه عشان حرمتنا الزواج ما حقيقة كلمة الجن العاشي كذب وافتراء ولم يذكرها بقى في كتابي يا شيخ أبراهيم أنت مفروض أنت معالج المفروض ومفروض أنت بتعالج الجن العاشي لا المفروض خلينا نقول اللي ساعدتك آه أن الجن بيخش آه أن الجن عاشي موجود عشان تعالجه عشان يقوله إيه آه ده شيخ نحن لازم نروح له آه لا 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 خالص لم يذكر لم تذكر لم يذكر القرآن الكريم آية في أي صورة وفي أي موضع من الواضع جن عاشي عندك دليل؟ لا أنا هسألك سؤال أنا عندي سؤال حاضر أحيانا بنلاقي ستات بنات بيشتكوا من بعض الأعراض كويس جدا بتنسحة تلاقي نفسها متخربشة تلاقي نفسها بقعة زرق صح أحساس معين بيتم صح أنت هنا تقدر تنكر أن هنا في حالة غريبة بتحصل لأ في حاجة غريبة بتحصل آه دي بتبقى إيه بقى؟ قرين القرين هو اللي بيتمثل؟ ما احترام قدرك آه أنت ممكن تفكر غرفتها دي بإيدك وبعد سوائل تقول والله ماذا اللي عملتها ده تحلب بالله ده أنا لفكاكها بإيدي لا أنا أقول لك يحصل إزاي بقى؟ أنا استخدامي للشيء هو قرين ممكن غايب عن الوع مستحيل ولكن يخليني أفعل الشيء وبعض أقل من الثواني وإن شاء اللي عملت وإن شاء اللي عملت وإن شاء اللي عمله هتقول لي أنت جبت الكلام ده منين؟ هتقول لك ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم في سحر النبي محمد هل في جن ممكن يخش جسد النبي محمد؟ حش الله ليه؟ ليه قلت الكلمة دي؟ عشر لله ده نبي نعم ده نبي طب يعني هو نبي يخش جن جواه؟ وهو نبي ما تسحر؟ إزاي بقى؟ فصلها لي أنت كإعلامي هتقول لي هو نبي هو عطغرط الشيخ إبراهيم ما فيش جن يادر أخش جسم النبي محمد هقول لك عشان هو نبي صلواته ربي على سيدنا النبي هقول لك سحر يخش جسد النبي؟ هقول لك آه سحر دخل جسد النبي آه سحر دخل بي عقل النبي محمد آه واللي ما كانش لا يعلم ولا يجري بهذا الأمر بشي آه من أخباره؟ السيدة عائشة رأت و لاحظت على المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه يفعل أشياء لا يدرج بفعلها آه بعد الكلمة دي و طبقه في هذه الأيام يعني أنا هقفل الكتاب ده آه و هعينه على في أي مكان وبعد شواني و فيه في وزن كنينة هتدور عليه و تقول الكتاب كنينة هتقول لي أنت رشيلت والله ما حصل انت لاحظت في المكتابة يقول لي والله ما حصل أصدقك طب بنت تقول لها في خربيش على جسمها في أماكن إيديها نفسها ما خربشتهاش هتقول لي الجن اللي خربشها هقول لك لو كان الجن قادر على خربيش المرأة لقطع غشاء البقارة أمال مين اللي بيعمل الأعراض دي قريم طيب ما هو يا خليك تفعل الشيء أيوه وتتناساه طب مش ده حارة عشق برضه لا 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 الجن يعشق أه يعشق ماشي طب ممكن يطع غشاء البقرة طب إحنا شوفنا هل ممكن تخلف المرأة هل ممكن تحمل المرأة البعض بيقول أه نعم البعض بيقول أه هكي دليل طيب إحنا شوفنا في بعض الأفلام السينمائية ودي بتبقى نقلا لواقع يمكن لو ذكرت لك فيلم الإنس والجن مثلا الفنان الكبير عاد الإيمان أنا عاوز أقول أن الفيلم ده أيوة الفيلم التمسي ده كان في حارة عشق لا كان جن يعشق إنس أثبت إثبات أثبته القرآن ولا القرآن لا يرى أو يعني لا يستحق لنا أن نقول هذا الشيء أثبت حق هذا ولكن القرآن سابتا كتاب الله وصنة النبينا المحمد على الرأس لا دليل ولا كلام فوق كلام الله عز وجل ولكن التمسي لما خد من كتاب الله خد كلمة قرآن يعني عايزت أقول لي إن حالة العشق اللي كانت في العاد الإمام ويسرى في الفيلم مش ده حصل كان قرين مش ده حصل ارجع للفيلم أو أنا ما أسراش على الأفلام ماجه لا خليه بس أنا أشك في موضوع الفيلم لا أنا سمعت قصت فيلم إن الفنانة كان بتحب واحد اسمه جلال تمام ومات بحصل سببها تمام ورجع نفس الجن تمثل على شخص إنسان لا يرى إلا هي فقط كت والدتها في الفيلم تقول ليها هو جنبك تقول ليها بنت أنا مش شايفة أسمي إيه لا شايفة ولا حاسة بيه أسمي إيه بابش جنب وش معنى يجي بنفس الاسم وش معنى يعشقها وش معنى يحبها وش معنى مختلفش اسم تاني ليه لك الإثبات لعامة الناس إن القرين ممكن يتخيل في تعبينه وكلابه وقطط إن القرين ممكن يتخيل في أشياء جسادية لا يراها إلا المصاب فحسب طب سؤال بقى شيخ مرحيم في ناس بتصاف في رزقه تقول لك والله أنا دنيا بقتش حلو معايا في حين إنه هو كان أعاوز علاج للرزق من الناس أعاوز علاج للرزق إيه علاج للرزق وأتقول لي يجال بالرزق زي الشيخ أفلونا المغربية لا أصرع إيه خير أعاوز علاج للرزق قول فضل ده إيه بقى إن شاء الله ده أصرع علاج أتاه شيخ يقول أنني آتى بالرزق في ثوان اللي ربنا قاله سبحان الله العظيم كيف كده؟ قال إيه؟ إن العبد لا يحرم الرزق من الذنب يصيبه طب أنا ما عملت الزنوب والرزق ما حومش إيه اللي حصل؟ ممكن أعمل لك سحر وعاجه في نفس الوقت إيه رأيك؟ لأ بقى فهم هالي بقى ده إحنا كده دخلنا على المخديجة المغربية بقى آه آه جلب الرزق وجلب الحمير أنا شيخ ورد المطلقة والكلام ده أنا شيخ ده إحنا تدوس كده على الوقت سيجي لك الكلام ده ده يجيب الرزق إزاي بقى إن شاء الله؟ آه ده يجيب الرزق؟ آه ده بالزبط آه في أسبوع وعشر تيام وجاب الرزق يا فامر؟ الولا دي تباع في كل المكتبات المعظمها آه فيها ألفاظ وفيها الكلمات وتلاصم وتلاصم يعني الناس بياخدوا الورقة دي من المشايخ بس دي أزا ويكتبوا عليها كلام بالأحمر خلي دي في محفظتك عشر تيام بالزبط وهتلاقي أبواب الرزق كلها فتحت لك معلش تاني يقعد أزدك قدام الكاميرا؟ عشر تيام آه وهتلاقي محفظتك وهتلاقي الرزق أتاك آه لا ركز بس عشان نشوف آه يعني فيه ناس بتدي الناس الورقة دي على أمل أنها تجلب لهم الرزق آه وهل جلبت لهم الرزق؟ ما أتاك إليه آه ما كانش جالك يتعالك صح؟ آه آه أيوة يعني طب دلوقتي احنا بنشوف ناس بالفعل بيبقى حالهم وعايشين عيشة رغضة وفجأة بتنقلب الأحوال ما تقوليش إن ده طبيعي هل انقطاع الرزق؟ بعيني أم بذنوب؟ خلينا أقول لك لا دي ناس مبتاقية وبتصلي وتمام التمام ولا يعني ودي علاقة بين العبد وربه بس مع قول ابن القيم في كتابه القيم لما تكلم عن العين آه ماذا قاله في العين؟ آه ليه عين الحاسد آه والحاقد كغلياء الماء على النار آه شفت الوصف الدقيق ده؟ غليان المية غليان المية آه على النار آه وطرقتها وسبتها وأعملت فيها آه تحول الماء إلى بخار تمام فتحول الإناء الجديد إلى فحمة رميات في الكنامة آه طب معانيش بقى سؤال بقى أنت جيتلي في ملعبين طب إحنا عرفنا للسحر ما ممكن كله علاقة بالقرين هل هناك علاقة بالعين أو للقرين بالعين أو الحسد؟ طبعا قول لي آه بقى طب طبعا إزاي؟ هو بشي تكن تشتغل آه أنت لو قاموا بس يدعي على حلها آه وانت صاحب الرزق وصاحب العربية وصاحب الشركة صاحب المنزل أنا أصيب الجدران ولا أصيبه الشخص آه الشخص طب الشخص تكسر عن عمله تمام كل مشروع يخش فيه عارف إنه مربع فيه بيخسر فيه مع إنه عامل دراسة جد ولا تخر الميزة جلوكية بالعامية كده أنا ناجح ناجح إعلقة القرين ده أنا فيه آه أنا اللي تثبت في آخر حاجة بقى آخر خطوة لو أخطيها للنجاح برجع عاشق خطوات وراء من يرجعني قرين أيوة طب في السحر عرفنا إن القرين بياخد تعليماته من خدم السحر ممكن تتعلم أعصابك طب تفضل تعرف إن العين أشد من السحر إذن أنا كنت لسا أسألك وسؤال سألتلك أكتر من مر لا أيهما أقوى العين أشد من السحر فما سألت القرين أيهما أقوى العين السحر أم الحسد العين أيهما أقوى السحر أم العين 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 أقوى من السحر أيهما أصعب علاجا وأيهما أصعب علاجا السحر دي معادلة بقى معادلة يعني العين أقوى في تأثرها العين تدخل وجل الكبر والجمل القدر حل؟ السحر لا يموت السحر يفرق السحر يفعل عمل إنجاب يجيب أمراض فشل عنها الطب كانت فيه كلمة كده عابرة كنت بقول أسباب الإنسان بمرضه وعدم اللجوء للطبيب هو لا يشفى تماما طب إذا ذهب إلى الطبيب فشل الطبيب لا هو الطبيب خبت كل أسبابه استوفى الأسباب صح لا؟ وقال للمريض إيه أنا خلاص كده جبت أخر معك روح لشيخ عارف أنا بيعجبني فيك يا شيخ براين أنت لما بتجيلك مرأة بتشتكيلك من عدم الإنجاب أو كلام ده بتقولها هاتيلي التأرير بتاعتك وماذا قال الطب قبل أن أنت تتدخل في هذه الحالة هنا أنت بترجع الشيء لأصله أولا ده فيه حاجة تاني ما احترام قدرك أنا برجع شيء لعلم القرآن أصل المريض الجايد طب إيه مرد النفسي وسواس والإكتئاب وساعات حد بيجيلك برضو بتقوله روح لطبيب نفسي وفي حالات أقول لا بس في هنا حاجة شعرية بسيطة قوي زي الشعرية دي اللي هي إيه بقى إن الوسواس والإكتئاب ممكن يأتوا بدون مرض نفسي أقول لك آه يعني ممكن القرين يتسبب في إكتئاب أو مرض نفسي إترابك داني إرهاب اجتماعي بيبقى بقى بالسبب إيه بقى الشخوري تخليني برضو ناخد قاعدة كده هل القرين يتحرك من تلقاء نفسه أم أن القرين لابد أن يتحرك من خلال إما سحر إما عين إما حسد كلاهما من تلقاء نفسه ومن أسباب سحر وحسد وعين ومس كلاهما طب الأسباب عرفناها مس حسد عين من تلقاء نفسه إزاي بقى أفعال غير شرعية يفعلها البعض فيؤدي إن تحرك القرين إن شيطان أحدكم يجري لابن آدم كما يجري الدم في العروق فاكر الحالة جات لك وإنت قلت لي رد على الرسالة دي على صفحة البرنامج ولما تجيها خلقت رد عليها إن فيه فتاة بتقول لك أو أمي فتاة بتحكي لك أنا بشوف حاجة بتجري جو كورة صح؟ قالت لي كده كورة بتتحرك بتتحرك جوه جسم بنتي أه أه ده جن مو ده جن مو ده سؤالك مو ده جن مين ده قريب القول النبي ليس قولي صح لا إن شيطاني أحدكم هتقول لك ما النبي بقالش إن قريب أحدكم ما احنا في أول حالة قلنا إيه إن الشياطين والجن والعفريت والمارد هم من نسب وفاصيل في القريب فاصيلة واحدة صح؟ هتقول لي ما النبي بقالش لا النبي قال إن شيطاني أحدكم يجري لابن آدم كمجرى الدم في العروق شبه النبي تشبيه جميل أوي سيدني النبي علمني إزاي نتعامل مع المرضى شبه النبي بوجود القريب داخل الجسد ويجري في مجرى الدم كدم ويجري في العروق والأوردة الشرية الدقيقة ده 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 هذا المثل على دلالة قوة ها سريان هذا القريب في الجسم يعني تتكر بأن القريب له دور بالسحر وحسن العيد أنا دلوقتي لو خدت الستوديو ده كده لا تقول أنا فيه ده أنا ممكن أروح وأجري فيه بسرعة لو رحت التراك في النادي هلف التراك في دقيقتين هتكون أخذ لفة أنت عايز تقولي ده القريب بيسبح في الجسم كده براحته أمالي فتالة ما تقولي يا شيخ إبراهيم أنا بحس بحس وبستشعر بأن فيه حد بيعشرني على هيئة أشخاص ما عرفهاش أو من ظلم حارب أرد أقول لها الجن اللي بيعشرك البعض بيقول ده جن طب هات لدري وبيسموه جن عاشق هات لدري لا هم اللي جيبوا أمالي طب أنا بسألك هو ده تفسيره إيه إحساس ده فعله القريب بأمر تكليف من خادمة السحر خارج الجسد حتى تشعر الفتاة بأمر غير طبيعي في جسدها فقد تؤدي إلى الخوف من النوم شرح تفصيله طيب ده بيكون بسبب بسحر بيكون بسبب عين على حسب الحالة بيكون بسبب حسد بيكون بسبب ممارسات خاطئة لهذه الفتاة أدت إلى اقتيادها بهذا الشكل على حسب الحالة على حسب أنا قلت مرة على هذا مع ساعتك اقرأ صوت الأعراف قبل ما تناب أي مريض صوت الأعراف قلت بيش حاجة من عنده لقيت بعض من الناس على رسالة صفحة وعلى قناة يقول له شيء خبرين إحنا شفنا وسمعنا حسينا بحاجات أول مرة تشعر بيها مع إنا طوله عمران بنسمع صوت الأعراف وبنصلي بيها وبنقرأها تكرارا وبترود على إذوننا تكرارا مع أن النية هنا اختلفت الايه؟ النية هنا اختلفت بس هنا بقى تقف كلمة السر كلمة السر إنما الأعمال وبنيات لا وأمر تالي في أمر الإعلاج كلمة السر هنا هو الشيخ هيعالج مين هيعالج الجن ولا هيعالج القرين لو هيعالج الجن يبقى كده خلاص طلع خارج إطار العلاج لو هيعالج القرين ممكن يوصل لحل ويوصل لعلاج لازم عايز تقول كده حتما أخذ أسماء طيب يا أسماء مساء الخير هلو أيها أسماء اتفضلي مساء النور إزاك يا أستاذ هاني يا أهلا بيك يا أسماء إزاك يا شخي براهيم الله يرفع قدرك حضرتك كده بتشرفنا بطلتك البهية والله بمعلومات اللي حضرتك بتمدنا فيها وإنك تشكر حضرتك جدا كنت عايز أقول أسأل حضرتك بس على سؤال مهم فضل يا فضل إن في علاقة ما بين الشخص اللي ببقى مزهور واللي ببقى معين يعني ببقى دايما ببقى فيه ربوط بينهم والذي حاجة ما ليش دعوة بعضها العين والسحر يمكن أن يكونوا في شخص واحد طبعا عايزة تقولي كده أسماء دايب من قد على تصال هل ده وارد؟ وارد جدا ده واحد ده كده بقى ده يعني ده ده يروح يموت بقى ده شخص ما عمله صحر وشخص تاني حاقت في عيشته ونظله بعين وارد جدا طب ده يتعالج إزاي؟ قول لي أنت بقى يتعالج عند أني شيخ عند أني شيخ ده كده من مدرسة الجن أو لعدم دخوله وعشان كده بص بقى شيخونا أنت لما احتمال محمول جدا لأن الحلقة دي لو هناخد منها جملة كده نخرجها سبب أن الناس سائمت الزيارة سائمت في الشيوخ هو أن هناك منضلة طريق العلاج صح أن هناك منضلة طريق العلاج وإن كان يعني بحسن نية طبعا وإن كان بغير مقصد أنه هو بيشتغل على أن جواك جن طبعا على أن الإنسان ده جوا جن وأن الجن بيدخل جواك جسم عشان كده هو ضل الطريق إنما لو بدأ فعلا وجرب أنه يعالج ما يسمى بالقرين زي ما حالك قلت ممكن أنه يصيب الهدف طيب أنا ممكن بس أضرب مثال تاني فضل تفضل وزهانة ديباني وحفظ الألقاء أتخذ حدي تاني يا شيخ خذنا أسر الله خير لا لا طيب زهانة ديباني راح كشف عن الدكتور وش دكتور شاطر وعمل لعليه ودل عليك ولم يشفى المريض وارد أو مش وارد وارد طبعا ممكن يروح لدكتور تاني لأن الدكتور شخص غلط وممكن هو شخص صح بس العلاج مأجسي في البارد ممكن حد يروح يشتكي للدكتور ببطنه دكتور يقول لك لا ده ننهاخدك في حت تاني خالص ده معدى لا ده ننهاخدك في حت تاني ده بش عارف ميكروب حلزوني ده قولون ده ننهاخدك في حت تاني خالص أنا بضرب مثال بس محتمق الطباء طبعا وهم على رسولنا هم أهل العلم وقرهم لأدبيهم وعلمهم ولكن أنا مارد ينكشف عن الدكتور مارتحش معاه مارتحش صحيح اروح لدكتور تاني برضو فال مشكلة خالص اه مش اقول كل ده كاترة بس الدكتور قبل ما هسيبه مقاليش بقى كلام كده دخلني القبل انا حاي ده انت هتموت ده انت هتتشال ده انت هتصال ده انت هتصال ده انت هتصال ده حط الملاف الساعة الشيخ اه انا ممكن اروح عند شيخ بحسط نية مش اقول بسوق نية بحسط نية ده انت في الجن والجن اقعد جوه الرحم والجن همنعك من انجاب والجن اقعد جوه مش عارف لأمباب الشمال والجن اقعد على المخزون المبيض والجن همنعك من الجواز وهتموتي ويحصل لك ويحصل لك يحصل ايه عند المريض ده خلاص ده كده ده كده ماتت بالحياة لا 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 هتعمل طب عليك يا شيخ هاضر هعالجك تم يعجم على سواب علمه الجاهل لانه فقير في علمه فقير بعلمه اللي هو علم مش علم القرآن لا بعلمه هو ده اللي ينطبق عليه ضل واضل هل الذين ضل سعيهم في الحال الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون وصنع وهي دي الكارسة بقى هي دي كارسة ان هو يبقى فعلا في طريق ضلال ويظن في نفسه الصلاح الله يعزك هي دي الكارسة وهو ده اللي بيخلي الناس ممكن تكره الشيوخ تكره المعالجين بس انا مع الناس والله هو انا ممكن معالج حالة ما تخفش وارد بقى كل ادوالش ترعي ماشي ماشي بس انا بتح نفسيا لما بدت اشخيص صح ودي علاق صح ويمشي معاه صح لاني بقول لبريد فعندكش حاجة اصلا الموضوع حتى لو عندي مصيبة لازم اهوينها اخي عليك واكن فيه مشايخ عشان يفخموا الامر ويكبروا الامر على المريض يقول لك ده ان ده الجن قاعد على صدرك وهتموت بيه ايه اللي في كده جاب لك اتهاب رئوي الجن خلي في علمك ده على لجنة اتهاب الرئوي مع احتران للدكاترة الذي يسمعه هذا برنامج ايه ده انا لقى كله هذا والله تكرارا ولكن مجادا بقول الذي قال هذا هو فقير بعلم القرآن ده فيه حد ممكن يعالج التهاب رئوي بالورقة اللي مع حضرتك ده اه طبعا عندك التهاب رئوي ده خريج الطب ايه فن نعم ده طب ايه فن مدرسة الجن داخل الجسد ده طب جن بقى اه يا فن ماشاء الله ده بيعالج التهاب رئوي اه هو احنا وصلنا لهذا التدني اخد احنا اخد احنا وصلنا المراحل يعني الطب حتى وصل له هاص كمان اه والله جن بقى مش فاهمين ده كده ده الشيخ العفريت هو ليه المحاربة المحاربة الذين يعالجون الناس زادت قوي اختلط الحابل وبالنابل ما هو فيه مسأل اقتصادي يقولك العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التعامل لذلك هؤلاء او هلاء المعالجين الذين يصرفون نفسهم بالعلاج اللي بيعالج التهاب رئوي بالورقة اللي حضرتك شايف مفتحارك ايه ما هو ده لما حد يروحوا يا فندم هيكره حاجة اسمها شيوخ موضوع طبيعي اه فلذلك انا مش هادك تزعل من الناس ايه رجف الأحشاب طبيعية تمام لا تنفع لا تنفع تمام لا تدر الا فيه تركيبات معانا دي ما مش دعتنا صح لا ولها علم ابرده ولها علم اه ولها علم ولها علم تمام ولها أهلها اه ايه رجف السيدة علاج صدرية صدرية ده علم بقى ده ما اشعر اتكلم فيه ده علم 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 بقى بس ممكن ناخد حاجة تضرني اه ممكن اه اه بعض من الدكات المحترمين اوي اسأل الله انه بارك في كل طبيب انا مش هادك ارطزون مش هامشي معاك بحوان كورتزون الماور انا هادكي سنة سنة كي هتلع السلم سلمة سلمة وان شاء الله مش هادكي بحوان كورتزون مسكنة دي ليه اه هو مش عايز يضر المريض مش عايز السايد افكت بتاع اقول كورتزونك تضر اه اه هتعالج وتضر في نفس القرآن صح ولكن الطبيب الشاطر عمل ايه لا يا عام انا همشي معاك سنة سنة مسكن مسكن علاج لعلاج لو غلبنا خالص انا هادكي كورتزون اه لو استوفينا كل الاسباب هو ده علاج من القرآن اه دي رسالة من المعالجين وانا منهم واذكر نفسي لا واذكر نفسي اذكره نفسي لو هقف عندي مسألة مش عيب النفتح كتاب اهل العلم وارجع عليه مش عيب مش هقللي من انتي بالعكس ده انا هرفع من كيمتي العلم يا دكتور يعني فيه افخم الدكاترا واكبر الدكاترا واكبر المحامين واكبر الاقتصادين بيرجع لمكتبته ويراجع التهاب رئي اوي في الحال ده بقى اللي بيعالج الالتهاب رئي اوي في الحال امال لما ده بيعالج امال اللي جيب التهاب رئي اوي مش عيب في الحال ده بيجيب التهاب اعزولك ان الشيخ الشيخ قال للشاب الجميل ده اه بله اه وشربه المد اسبوع اه هتخف وخف ان شاء الله اه خف بدارين وجاء لك اه اه خف هليه في كرة الطب احنا بعد كده خلاص اه طب احنا هناخده حالة بقى طب احنا هناخد ده معلش يعني وندرس اه وندرسه بقى طبعا ونلغي قسم الامراض الصدرية بقى ونخليه الامراض الجنية والعفاريتية طب اخد جمال وارجعلك ممكن سبيت جمال اتفضل ام عليكم عليكم بسلام سيدك يا أسيد جمال يا مرحبا يا سيد جمال الله يكرمك يا سيد جمال اسس فمحك اتكلم مع فضيلة الشيخ مع حضرتك فضيلة الشيخ افضل ام عليكم سيد الشهاب اهلا سهلا جزاك الله خير بما تفعلو مع الام الله يكرمك الله يخليك انت حضرتك بيتكلم بتقول ان الاسحار والسحر والعين ما معناه الوقت انها مش بتجيب امراض عضوية. لا بتجيب. احنا مشكلتنا كلها في الامراض العضوية. لا بتجيب يا فندم والله. اه يا فندم بنتحول يعني انت طب حضرتك انا روحت في اكتر من مكان بقالي اكتر من 15 سنة بلبس على نفسي. لا يا سوز جمال السحر والحزد والعين بيجيبوا امراض طبية بيفشل عنها الطب. ولكن هو الطب ليس فشل ولكن الطب بلقاش مجازي فيها. اللي حصل حضرتك معايا مشكلة غريبة جدا. فضل. ممكن اعرض على حضرتك. فضل عراسي. فضل يا جماعة. انه قلت فترة الموضوع الاشتهاء والرغبة مات عندي بنسبة مليون في المية. تمام. وبدون ما روح لأي حد اللي جاءت للدعاء لحد ما رجع بنسبة معينة. تمام صح. لكن مازال عمزي الرغبة انا ما تجوزش لحد الوقت. تمام. مازال عمزي يعني حاجات كتير جدا مصار حياتي. خليت مع اهل القرآن. بتبقى طويلة جدا او غير معروفة. وبيدوك إنسان فيها. زي ما الواحد عايش معدل عشرين سنة في الحوار ده. اخي كريم لو تب ازبت. يا حاج جمال. لو تب ازبت. انت سليم طبية مية في المية. خليك مع اهل القرآن. ده اللي عندي. خلاص ارجع الاهل القرآن. لكن انا بروح للناس اللي بتقرأ عفواً اللي هم اللي بيقول عليهم اللي بيرقى. فوق العشرين سنة. نعم. ولا جديد. صلى على حبيبنا بي. حضرتك فيه سكة إن شاء الله ربنا يكرمنا. حتى روهاجي هاجي. يعني حالة معك في برنامج في حلقة من حلقات. على رأس يا فن. على رأس يا فن. شرفنا في المركز وأنا يعني يعني يحصل الظل بالناس إن شاء الله. عاجلك إن شاء الله رب العالمين. هو سؤال في النهاية الحلقة. ده سؤال مهم. جميل جدا. اه. خليك أنا السؤال ده ما جايش في ذهني في الحلقة تعمل كده خلاص. صحيح وممكن السحر أو العين. يجيب مرض عضوية. أمراض طب أبراج جسدية عضوية في الجسد. اه. العين. السحر. اه. العين. ممكن يجيب حبوب في وشي ويفشل عنها الطب. اه. ممكن يجيب أمراض عضوية داخل الجسد. والطب أخذ فيها مجال وأدوية وأشاعات وتحاليل. ولم يجد لها دواء في الطب. اه. ده سؤال جميل جدا. ده احنا عايزين نعمله حلقة. وده انا اشرف بك في هذه الحلقة القادمة إن شاء الله هم الحد. هنتكلم مع ده. ازاي ان السحر خارج الجسد ويتمكن من ايزاء داخل الجسد بأمراض عضوية تمنعه من القدرة على الحياة. مثل عدم الانجاب. ما هو عدم الانجاب مراض عضو لسه كنت اقول لك حالة اه. اه. انت خاطرها الثاني ما هو عدم الانجاب احيانا لو معمول بسحر ولو حسحر التطبيق. لا ده ان مش كلمة عدم الانجاب. ده ان كلمة امراض طبية بالفعل. امراض عضوية اصابت الجسد داخليا بالفعل. يعني حد ممكن يجي له فشل كلاوي بسبب سحر اه. حد ممكن يجي له وفشل كبدي بسبب. بس هنا نقف. ايوة. معلش. والضحاء. لا 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 عشان لا تأخذ علي. اه. ولا يتكلم علي شيء. اه. العلاج بالقرآن الكريم ليس له دخل في جسد الانسان الا بعد استوفاء الطب. اه. اذا اثبت الطب وطبيب اثنين وثلاثة قالوا ان الشخص ده نورمال طبيعي ليس به مرض. هنا. يعني لو جالك جمال وقالك انا حالتي كذا كذا كذا. مع السلام يا حال جمال. حالك لما يثبت من الطب انك سليم. طب لو قال لي شفويا اني سليم. لا اكرر بكلامي. انا بقولها للمرضى عندي. انا اكذب المريض واصدقه. انقله من حالة الكذب الى حالة الصدق. بعد سماعي وشوفاني كل ما يخص الامر الطب. تقارير الطبية. بس. كلامه. ولكن هتقول لي. معلش رزياني يا الاسف في في الفعال دهوت اتخذ قبل كده على معالجين طيبين شوية بس ما عندهمش دهاء. قال لك السحر ممكن يجيب مرض عضوي. السحر ممكن يجيب فشل كبدي. الفحر ممكن يجيب كبد. لا 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 خاص. في اسباب ادت لهذا المرض اه. ارجع للطب. طب ما فيش ما فيش كلام طبي. لا. ما فيش اسباب. فيش اسباب طبية. طب قال سليم. سليم. التحقيق السليمة. السليم. الاشتعق السليمة. اه. ارجع للقران. الحلقة الجاية. حاضر. هسأل حلقة كل هذه الاسئلة. وهل هناك علاقة بالسحر والعين والحسن. فمهم. بالامراض العضوية داخل الجسم. لان انت بتخلي. ايوه. كمل الكيم ما لا اكرمك. لا انت كمل الكيم الجزر. الا اه. اذا كان الطب قال انه سليم. مش دكتور. اتنين. تلاتة. قالوا ان هذا الشخص الذي يعاني من مرض طب وعضو. مرض عضو داخل الجسد. الطب ليس به شيء في جسده فعلاك. الى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. مع حضرتك فضلت الشيخ ابراهيم شهاب المعالك في القرآن والخبير في هذا الاطار. شكرا جزيلا اللي وجودك معنا. وانا احيل حضرتك لحلقة الاحد القادم باذن الله. بعد الغد. هنكون معكم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. وحديث عن علاقة الامراض بالسحر او علاقة السحر بعض الامراض العضوية. وهل هناك السلطان للقارين في هذا الموضوع. دعونا نطرح كل هذه الاسئلة وغيرها في الحلقة القادمة من دائد زار. وإلى هنا ننتهي بحلقة اليوم او من حلقة اليوم. واحلكم الحلقة القادمة لمثل هذا المعاد او من هذا الموعد. تقابلوا تحياتي ورحات فرق العمل. هذا هندي باني وحييكم. إلى اللقاء.